يعطيني الستارت. اوكي. السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله احنا النهاردة في معرض انترسيك. البش مهندس هيدي لنا فكرة عن الشركة. افضل اشوانس. اه مساء الخير. اليوم اخر يوم من المعرض. اذا وسهلا فيكم. اسلام بيكم. اه اه هي اه شركة من شركات او اس اي. اه تضم اضافة لجيت كيبر رابي سكان وشركات اخرى. اه اه لص Mudケتكيبر لAdd انظمة امنية. اه اه مينلة على البوابات. اه هاي الانظمة الامنية لالمسح للتعرف. على كل شي بيتعلق بالسيارات والمركبات. التي بتدخل وبتخرج من منافس برية من، من موانئ. من ام مداخل وزارات. اه منشآت عسكرية وغيرها. اه 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 عندها أنظمة أمنية مثل نظام المسح أسفل المركبات وهذا يأمن تحييض خطر من طرف الثالث لأنه عادة الخطر لا يكون بداخل السيارة بيكون أكثر من طرف الثالث حاطط أي اشتباه أسفل المركبة يضاف إليها تعرف على لوحة المركبات وعلى نوع ولون وشكل ومودال السيارة إضافة إلى نظام فريد من نوعه عندك كيفر هو يتعرف على السائق والمرافقين داخل السيارة بغض النظر بالمقاعد الأمامية أو الخلفية هذا النظام حتى مش بس بيصور وبيجيب الصور وبالتالي بيخترق إذا كان فيه تنتنسي نسميها أو ظل عليها وبيجيب الصور بشكل واضح ممكن ربطه على نظام تعرف على الوجوء وعلى أساسها بتقدر تتعرف على السيارة تتتعرف على الموجودين داخلها وإضافة إلى المسح الأمني اللي يحكينا عنه أول شيء جيت كيبر عنده كمان ملحقات إضافية ممكن تضاف إليها إذا بعض البوابات فيها مثل الحدود البرية بيكون فيها كونتينرز بيقرى الكونتينرز ممكن يقرأ الرف اي دي تاك أو شيء وهي الأنظمة كلها تنفذت بالمملكة من 2008 إلى هلأ بالموانئ بالمطارات بالقصور الملكية في أماكن أخرى وإضافة لذلك النظام تركب بالمنطقة كلها بالإمارات بالبحرين بقطار وبالكويت وبالعراق وبأفريقيا بمصر بدول كتيرة النظام تقريبا بيشبه الـ Under Vehicle Inspection System بيعمل تحقق تلقائي وهي ميزي عند جيت كيبر بيعمل تحقق تلقائي من أي ثرات أو أي خطأ هيدا التحقق التلقائي ما حدا عنده إياه من المنافسين وهيدا اللي بيجعل جيت كيبر مميز عن الآخرين هيدا التحقق التلقائي بيشيل المسئولية عن العنصر الأمني بدل ما يفتش بعيونه ولمدة طويلة وبتعبة النظام أوتوماتيكلي عم بيشوف أي اختلافات وعم يعطي هيدا الألرت أو الإنذار بحال كان فيه اختلاف فيها هيدا بشكل عام هلأ كل هل الألارمس بتكون على الأجزاء الظاهرية بس من تحت في السيارة ولا ممكن يعملي ديكشن لكل الأجزاء بتاع السيارة لأسفل السيارة؟ سؤال كتير حلو هو نظام جيت كيبر الـ Under Vacation System بيعمل فحص فقط لأسفل المركبة ولكن رابي سكان اللي هي السيستر كومباني بتكمل النظام طبعنا لأنه عندها عملية X-ray unit وبتعمل سكرينينج لداخل المركبة أو لداخل التراك أو الشاحنة أو كذا وبالتالي عملية اندماج جيت كيبر ورابي سكان عملت قيمة مضافة أنه اليوم مش بس عم نقدم سكرينينج solution بيهي عبر الأشعة السينية ولا بقى عم نتعرف على جيت كيبر product على المركبة من أسفلها واللوحة وموديلة وكذا لابل عم تدمج هيدا مع هيدا اللي هو سكرينينج وتأمن حماية كاملة على البوابة من هيدا الأنظمة بتكامل طبيعي يعني بـ Seamless Integration منسميها اللي هي لا تتطلب جهد رابط أنظمة لأنه أكبر بشكل بالماركت اليوم هي عملية رابط الأنظمة فجيت كيبر عم تقدم معرفة سكان complete أو turn key solution على البوابة وفيها كل عمليات المسح الأمني داخل وخارج المركبة إضافة لـ identification أو التعرف على المركبة وعلى الركاب داخلها نقطة أخيرة أو بالأحرى نقطتين الأنظمة اللي ركبت بالمملكة وبالريجن هون بالألاف هاي شغلة وخلت السيستم كتير ريلايبل ونقطتين يقلوا كمان عندنا يونيك سيستم هو للريل اللي هو نفس الجهاز الماسح لأسفل المركبة للسيارات ولكن عنده نظام معدل خاص للريل واليوم في فورة بالريل مش بس بالهند وبنيجيريا وبالجزائر بالمملكة وبدول مجلس التعاون الخليجي فالنظام طبعا ومصر دافنتلي فالنظام طبعا هو إنه تقريبا نظام فريد بيعمل هيدا الفحص بأسفل الريل لأنه دايما المنطقة الخطرة هي بأسفلها وبتصور هيك كنا عملت introduction سريعة وشكرا لواقع شكرا لك يا مش مهندس وصعدها جدا بيك وتشرفنا بيكم شكرا شكرا سلام عليكم شكرا لأ